موسيقى مشاهدي قناة تونسنا نرحب بكم في هذا الموعد الإخباري أعلن رئيس الغرفة الوطنية النقبية لأصحاب التكسي الفردي عن نجاح الإذراب العام الذي نفذه سواق التكسي الاثنين بنسبة فقط 90% وجاء هذا الإذراب احتجاجا على ترفيع الأخير في سعر المحروقات وللتنديد بما وصفوه أصحاب القطاع تجاهل السلطات المعنية لمطالبهم المهنية والاجتماعية 95% هي نسبة نجاح الإذراب العام الذي نفذه أصحاب سيارة التكسي الفردي احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وعن الوضعية المهمشة للقطاع على حد تعبيرهم نسبة نجاح الإذراب من القاعدين اليوم القيموا فيه إحنا إلى الساعة هذه تتراوح إلى نسبة 95% وأحنا مناسوا عادة أنه نسبة مرتفعة رأينا متأسفين أنه عملنا 95% كان بيودنا أحنا نكونوا موجودين اليوم ونخدموا ونوصلوا الحرفاء الكرام ونقوموا بمهمتنا كل عادة لكن هلأ غالب السلطة هي اللي هزتنا إلى حجر الزاوية مطالب عديدة رفعها المحتجونة أهمها العدول عن الزيادة في أسعار المحروقات ومراجعة أسعار التأمين مطالبين وزارة المالية باتخاذ إجراءات عاجلة متهمنا إياها بانتهاج سياسة المماطلة والمبالات العدول على الزيادة في المحروقات اللي كنا عبرنا على لفظنا مسبقا قبل الزيادة وصلتها خذية القرار ونخص بالذكر هنا وزارة المالية كعادتها خذية القرار قرار أحادي وديكتاتوري اللي أحنا نعتبره ليحنا ما يلزمناش وفي أقصر حالات طلبنا دعمنا كتاكسي فردي على غيرار السيد البحري ثم عندنا ملف التأمين مراجعة أسعار التأمين وذلك ملف ما تروح معناها من قبل عنده ما يقارب العام ونص مراجعة أسعار سيارات سنة قاعد اللي تعتبر المهنة هذية من مهنة الشاقة وآخرها كنا رسلنا السيد وزير الداخلية في النقل العشوائي اللي استفحل بسيفة كبيرة وفما استفزازات طالبين بشي يكون فما فرض للقانون وتكون حملة وطنية في كم مناطق الجمهورية في مخص النقل العشوائي تباينت الأراء في الشراع التونسي بخصوص الإضراب فهناك من اعتبره إضرابا مشروعا فيما أعرب أخرون عن انتعاذهم لما خلفه الأخير من تعطيل لمصالحهم الإضراب يعني مش بش نسندوه مع جهة معينة ونرفضوه مع جهة معينة أخرى هو نهارو يتعدى وإن شاء الله تونسا مستنسين بالحكاية هذه وإن شاء الله ينجموا يتجاوزوا موجود الكيران موجود المترويات المهمة ما ييخذوهاش يعني بحساسية كبيرة لحكاية هذه أنا أنا ليس با كنتر إنديفيرانت معنا مقلقنيش ومانا خوش تخوش 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 على هاتر زادوهم في الإسانس والمزود مشروع عندهم الحق مشكلة المواطنين معنا لاتنجم تيخدم من التنجم تقضي قضياتها بالنسبة عن عندي طوال دجور في تونس معنا دخلت البارح واليوم عندي قضيات مش نمشي نقضيها هم قاعدتها كيف هم أنت؟ جسوي كونتر يعني حكاية فرق هم دجاء التكسيستين محبوش يوقفوا يقفوا اللعبات تبدو بالساعة أو بالساعتين نقفوا يقول لك فاني بلاسق يقولوا ولا تقولوا في باب سعدون يقول لك لا سيركولاسيون ما نمشيش الإضراب خلف اكتظاظا كبيرا في وسائل النقل العمومية التي شهدت قبالا على غير العادة مما خلف حالة من الاستياء لدى المواطن التونسي والذي أصبح ضحية إضرابية متكررة تسلمت الهيكل الأمنية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية هبة من الحكومة التركية تتمثل في 443 آلية للتنقل والتنظيف وذلك خلال موكب انتظم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بإشراف رئيس الحكومة علي العريض وحضور وزير الداخلية لطفي بن جدو ونائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزرداغ الذي يؤدي زيارة بيومين إلى تونس وأكد رئيس الحكومة علي العريض على أن الهيبة ستساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتساعد على تكوين وتدريب الوحدات الأمنية من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى مواصلة دعم تركيا لتونس اقتصادياً وسياسياً خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد وهذه الهيبة متميزة من حيث المبلغ باعتبارها تناهز 65 مليون دينار تونسي وفي العدد تتركب من 296 بين حافلات وسيارات وشاحنات ودرجات نارية بالنسبة للهياكل الأمنية و146 بين شاحنات لرفع الفضلات وشاحنات تنظيف طرقات وجرارات وغيرها من التجهيزات الخصوصية الأخرى وستساعد هذه التجهيزات على دعم الجهود التي منفكت وزارة الداخلية تبذلها منذ الضراع الثورة المباركة ثورة الحرية والكرامة وذلك لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن أكد وزير السياحة جمال جامرة في حوار خاص به قناة تونسن أن الهدف الأساسي للوزارة في الفترة القادمة هو العمل على إنجاح الموسم السياحي المقبل وذلك عبر توفير جميع الإمكانيات الضرورية لإعادة النسق الطبيعي للنشاط السياحي والذي يشغل أكثر من مليون تونسي بصفة مباشرة وغير مباشرة على حد تعبيره وشدد الوزير خلال زيارته لمعرض الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرام على دور الصناعات التقليدية في تنمية السوق المحلية وسياحة تونسية بصفة عامة لدينا هدف واضح بالنسبة للمهمة في الفترة القصيرة هذه هو إنجاح الموسم السياحي القادم لذلك الآريات التي يمكن أن تعاونها في المجال هذا نحن نخضعها ونحط كل الإمكانيات لكي ننشحوا بالقطع هذا وننشحوا في الموسم هذا ونرجعوا لأكثر من مليون تونسي اللي يعيشوا من القطاع هذا يشتغلوا ويخدموا القطاع كاميلز الصناعات التقليدية أهمة جدا أيضا هي تشغل عدد كبير في بلادنا والسوق السياحي من شأنه باش ينمي السوق للمنتجات هذه وينمي كل القطاع وهما لحيقة زوز جوانب وأشغال اقتصادية أهمة السياحة تمشي مباشرة مع الصناعات التقليدية أعلن مؤسس طيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الهاشم الحامدي تجميد نشاطه السياسي في تونس مؤقتا احتجاجا على ما اسماه المظلم السياسي والأعلامي المسلطتين عليه شخصيا وعلى طيار العريضة الشعبية عامة منذ أكثر من عامين على حد تعبيره وأوضح الهاشم في بيان له أنه سيواصل تنفيذ قراره إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية بشأن المنشقين عن العريضة في المجلس الوطني تأسيسي ورفع التلفزة الوطنية لحصارها الإعلامي المفروض على شخصه مشيرا إلى أن قراره سيتحول إلى انسحاب نهائي وكامل من الساحة السياسية التونسية إذا لم يتحقق هذين الشرطين حسب نص البيان أكد رئيس حركة الشعب محمد لبرهمي أن المشاورات بين قيادتي حركة الشعب والجبهة الشعبية تتقدم بشكل إيجابي وأن حركته ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية لتوضيح موقفها نهائي بخصوص الانضمام إلى الجبهة الشعبية وأفاد لبرهمي أن الأمانة العامة لحركة الشعب راجعت قرارها الذي اتخذته والمتعلق بتجميد المفاوضات مع الجبهة الشعبية وعلى إثر القرار الأخير تم استئناف المشاورات بين القيادتين أكد الأستاذ المختص في التعديل ومدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والأعلاميين عبد الكريم الحزاوي أن الهيئة المستقلة للأعلام السمعي البصري أصبحت تخضع للمحاصصة الحزبية مضيفا أن تريكا تتدخل في وضع الهيئة وهو أمر غير معقول وأضف الحزاوي أنه من غير الممكن إجراء انتخابات دون هيئة مستقلة للأعلام والاتصال السمعي البصري مشيرا إلى وجود فوضى عارمة في القطاع واستبعد مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والأعلاميين أن يتم الأعلان عن تركيبة الهيئة هذا الأسبوع معتبرا أن كل تصريح في هذا السياق إنما ينم عن تفائل مبالغ فيه فندى مجمع ديليز دانون تصريحات المكلف بالأعلام بوزارة التجارة الذي نفى قيام الوزارة بمنع الشركة من ترويج مادة الحليب التونسي وأكد المجمع أنه تلقى منصورا من وزارة التجارة يطالبهم بوقف توزيع منتوجهم من الحليب التونسي بهدف ترويج الحليب المستورد الذي قاربت سلوحيته على الانتهاء وكان المكلف بالأعلام بوزارة التجارة قد نفى صحة الخبر الذي راجع على صفحات التواصل الاجتماعي ومفاده أن وزير التجارة الجديد عبد الوهاب معتر قام بمنع تزويد الفضاءات الكبرى بالحليب التونسي لمدة أربعة أيام إلى حين نفاذ الكميات المستوردة من الحليب السلوفيني من الأسواق تقرر تأجيل إذراب أعوان المخابس بولاية سفاقص المبرمج اليوم الاثنين إلى يوم الخميس القادم بعد التواصل إلى اتفاق مساء أمس في أعقاب اجتماع عقد بمقر الولاية وجمع ممثلين عن النقابة الأساسية لهؤلاء الأعوان وممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية ومسؤولين عن الصلة الجهوية وكانت النقابة المنظوية تحت الاتحاد العام التونسي لشغل قد أقرت هذا الإذراب بسبب عدم حصول أعوان المخابس على مستحقاتهم المتأتية من الزيادة في الأجور التي وقع الاتفاق عليها منذ ماي 12 والفين وتم نشرها بالرائد الرسمي في شهر فيذري تجددت اليوم عمليات الغطس لتخليص جثث البحار العالقة في المركب الغارق في عمق البحر منذ قرابة ثلاثة أسابيع في عرض سواحل جزيرة قرقنة وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي لفلاحة وصيد البحري بسفاقس وأشار ذات المصدر إلى أن جثتين من جثث البحار المفقودين التسعة عالقتان في شباك المركب الغارق في حين تبقى جثث ثالثة محتجزة في المقصورة الأمامية للمركب ويذكر أنه تم إلى حدود يوم سبت الفارت انتشال أربع جثث من مجموع ثلاثة عشر جثة للبحارة الغارقين جدد المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي خلال اجتماعه بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي جدد تأكيده على أهمية الحل السياسي لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من عامين من جهته أكد العربي على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار ثم المرور إلى البحث عن حل سلمي للأزمة صرح نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بن يمين نتنياهو ستعزز الاستيطان في الظفة الغربية وقبل يومين من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن عهد إيهود باراك وزير الدفاع السابق انتهى وأن الحكومة الجديدة ستعزز الاستيطان وكان دانون اتهم إيهود باراك بعرقلة بناء وحدات في مستوطنات الظفة الغربية قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة على مقربة من القصر الرئاسي في العاصمة السومالية مقديشو وقالت مصادر أمنية أن المهاجم الانتحاري فجر سيارة مرغومة بينما كان يقودها على طريق يربط بين قصر الرئاسة والمصرح الوطني مشيرا إلى أن المهاجم الانتحاري كان يستهدف ظابط أمن كبير كانت سيارته تمر قرب المصرح أعلن الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي خلال كلمته في جلسة مؤتمر الحوار الوطني بسنعان أنه ليس أمام المؤتمر سوى خيار النجاح وسط معارضة شق كبير من الحراك الجنوبي ودعا رئيس اليمني الأطراف كافة إلى فتح صفحة بيضاء وتقديم تنازلات من أجل نقل البلد إلى دولة مدنية مشددا على أن توافق شرط أساسي لأخراج اليمن من أزمته يأتي هذا في وقت قتل فيه ناشط جنوبي في مواجهات بين متظاهرين انفصاليين معارضين للحوار على إثر خروج الألاف إلى الشارع في عدن وفي مدن جنوبية أخرى رفضا للحوار قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت جيتس أن تحديد ما إذا كانت حرب العراق عام 3000 خطأ أم لا يتطلب عشرة أو عشرين عاما وأضف جيتس في تصريحات لشبكة CNN أنه من المبكر جدا القول ما إذا كانت الحرب خطأا استراتيجيا هائلا أدى إلى زعزعة استقرار منطقة برمتها وخصوصا عبر تعزيز إيران أم أنها كانت المرة الأولى التي سقط فيها نظام ديكتاتوري في المنطقة قالت فرنسا وشركة إيرباس الأثنين أن ليون إير الأندونيسية لرحلات الجوية منخفضة التكلفة وقعت عقدا قياسيا لشراء 234 طائرة من إيرباس في صفقة قيمتها 18.4 مليار يورو ووصف مكتب الرئيس فرنسوا أولوند الصفقة المبرمة مع ليون إير وهي من المشترين التقليدي لطائرات بوينغ بأنها الأكبر لإيرباس من حيث عدد طائرات والقيمة الإجمالية قرر النواب البرلمان القبرسي تأجيل تصويت على خطة الإنقاذ الأوروبية التي تضم فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في البلاد إلى يوم غد ثلاثاء بعد أن كان من المقرر أن يتم تصويت على مشروع القانون الذي أثار غضب المواطنين الأثنين وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي اشترت على قبرس فرض ضريبة على ودائع البنوك التي لا تزيد على مئة ألف يورو وذلك للحصول على قرض بقيمة عشرة مليار يورو لإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس قال مسؤولون باكستانيون أن أربعة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من عشرين آخرين إثر تفجيرين استهدف سجنا مركزيا في بيشاور شمال غربي باكستان وقالت نفس المصادر أن مفجرين انتحاريين هاجم موقعا قرب سجن محلي حيث يعتقل قائد محلي من طالبان باكستان ويقاتل متشدد طالبان من أجل الإطاحة بحكومة إسلامباد المتحالفة مع الولايات المتحدة وفرض تفسيرهم المتشدد لشريعة الإسلامية مشاهدين بهذا الخبر تنتهي نشرتنا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة